عقد رئيس مددس الوزراء مصطفى مدبولي بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قابة 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل شاهد الاجتماع استعراض جوانب التطوير وتحسينات التي تم إدخالها على الموقع الإلكتروني للمؤتمر وما يجتمل عليه من إضافات لإثراء الجانب المعلوماتي وكذا تسهيل وصول المشاركين إلى الخدمات المختلفة المتعلقة بالإقامة والتنقلات والتعرف على تفاصيل الشق الموضوعي للمؤتمر وبغيرها من الملفات التي تهم المشاركين